فضيلة الشيخ هذا يستفسر عن هذا السؤال ويقول قرأت في أحد الكتب حديث فيما معناه بأنه إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين سؤالي هل هذا التصفيد يحس به الإنسان أي حسي أو معنوي نرجو بيان ذلك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إذا دخل شهر رمضان صفدت فيه الشياطين فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين هذه من خصائص شهر رمضان المبارك من أجل أن تتمكن الأمة من فضل هذا الشهر وتحصل على الأجور التي كتبها الله في هذا الشهر المبارك لكن تصفيد الشياطين إنما يكون عن الذين ينشغلون بالعبادة وبطاعة الله عز وجل فأما الذين يقضون ليالي شهر رمضان بالسهر على القيل والقال أو على المحطات الفضائية أو على اللهو واللعب فإن الشياطين لا تصفد عنهم بل هي تلاحقهم والعياذ بالله في رمضان وفي غيره نعم